السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله جميع أهلا بكم إخواننا كيف الحال يا جماعة إن شاء الله تكونوا بخير متابعين ومشتركين قناة كشف الكنوز أهلا بكم جميع الحقيقة كلام في قلبي من زمن يجب أن أتحدث وأعبر به وأبين لبعض الناس أول شيء إخواني نتحدث عن البحث في الأقمار الصناعية كذا طريقة مجانية أقول بين قسيم مجانية أنا قدمتها لكم وأفدت البعض بها البعض الأخر ما حاب يشتغل فيها لا أعرف كذا برنامج كذا موقع صحيح وكذا طريقة بينتها لكم النقطة الأخرى أنا في مسيرة من وقت ما يعني قدمت بعض المرامج المجانية وبعض الطرق المجانية في فحص الأقمار لكي لا أحد يتورط ونبهتكم كثير عن بعض الأشخاص اللي عا بيصطادوا الناس عن طريق هذه الفكرة وبألف و ألفين و ثلاثة ألف دولار من وقت ما أنا قدمت بعض المرامج ما جاء إلى الآن عن طريق الفيس و عن طريق اليوتيوب أكثر من أربعمائة و خمسمائة شخص أنا أفدتهم لوجه الله بحثتهم لهم علماً تركت شغلي تمام التكعت لكعت نفسي ووقتي ما تفكر هذا الفيديو فقط 10 دقائق و خمس دقائق هذا يأخذ معنا وقت حوالي 7 ساعات إلى 10 ساعات حسب الموقع حسب القمر اللي أبحث به تمام أنا ما طلبت شيء من هؤلاء اللي أنا طلبت منه فرانك واحد قرش واحد يعلق في هذا الفيديو إلى تاريخ هذا الفيديو أنا لم أأخذ أجراً ليرة واحدة من أي شخص بحثته له كله كان ليوجه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأشخاص علماً لا تعليق شكر ولا كلمة حتى وفاء قالوا أن هذا الرجل يوماً ما يا أخي يوماً ما ساعدنا لك طلعنا ليوجه الله ما أخذ أرش ولا انتظر كلمة شكر ولا انتظر تعليق هؤلاء الأشخاص 400-500 اليوم لا أذكر بالضبط عدد كبير وأنا تأذيت في وقتي بسببهم قلنا معلش ما بيعرفوا يا أخي إيش من نساعدهم بعض هؤلاء الأشخاص اللي أنا مجاناً ليوجه الله ساعتهم راحوا دفعوا ألف و ألف و خمسمية وما أخذوا نتيجة طب أنا تجن عندي اتقلي ساعدني لوجه الله لا أملك شيء وكذا وتروح عند غيري اتقدم ألف و ألفين دولار يضحكوا عليك وينصوا بعد معناها أنا ما استفد شيء معناها أنا طلعت بالآخر خالي الوفاة لا حميتك ولا خدمتك وما اقتنعت في نتيجة طيب بعض القنوات العربية أقول العربية أنني لأسف ما شفت قنوات أجنبية تهاجم أجنبي إلا نحن عبعض ما بس بعض القنوات العربية عب بيذكروا أنه ما بعرف في حدا على اسمي أخذ من الناس بسبب الأقمار بسبب الأقمار وفحص أقمار ما أعلم شيء أنا أخواني رقم واتسي معروف قناتي معروفة إذا بتروع عند غير واحد أنا ما لعلاقة فيه طب أنا أشتي علاقة إذا واحد أخذ منك على اسمي مثلا ما بعرف فبعض هذه القنوات بتهاجم حتى في الأقمار طب أنا مقدم شيء مجاني عب أفيدك بشكل مجاني ليش عب تهاجم ليش عب تقول أنا عب أخذ مصاري عيب عيب الكذب عن الناس عيب يعني تشوي صورة إنسان بس بدي يحكي مغرض خبيث بس بدي يحكي عن الناس طب أنت تتبين لحد تاريخ هذا الفيديو اللي أخذ منه ليرا يقول أنا أخذ ليرا بالفعص أقمار صناعية أنا عب أفيدكم بشكل مجاني لكن أبرك اليوم أعيد أترك شغلي أترك وقتي وعملي وكل واحد أبحث له لا والله صعب صار وبالآخر هلا هؤلاء الأشخاص يدفعون طب ما الفائدة من ذلك معنا ذلك طيب إخواني الكرام الماء استوعى بالطريقة اللي شارح له بعدة فيدوهات سابقة ما عنده وقت يشتغل أحاله يطور نفسه ما عنده معدات وبرامج وأنا شارح كثير شيء مجاني أنا للمنتسبين مجبور فيهم بترك وقتي وشغلي لأني منتسب عاب يعمل اشتراك مدفوع من أجلي فأنا مجبور أخدمه في عيوني تمام؟ هذا منتسب اشتراك مدفوع لحد الآن أنا من من أشهر إلى الآن ولا منتسب مدفوع أجأ قال أشترك مقابل خدمات وعملكم في خدمات خاصة وكذا سأبين كيف الانتساب شغلته كثير بسيطة الانتساب في القناة أخوالي كرام واللي مع يعني لا بيقدر ينتسب اشتراك مدفوع في القناة ولا بيقدر يعمل شيء بس هيك بده فقط يا أخي أقل شيء يعطيني وقت لدي ألكعه تكلف كثير زهيدة بسيطة بس أنا اليوم أترك وقتي أبرك لك عشر ساعات طب وبالآخر تروح تحكي علي وبالآخر تروح عند غيري تدفع فأخوالي كرام هذا الشيء أصبح الظلم كبير للإنسان إذا فكر مشاهداتك عبتنفعني أو عبترجع علي أنا لا بطلع مشاهدات ولا بطلع على شغلات اليوتيوب لأني شغلت فاضي يعني أنت فكرين شغلة مشاهدات عظيمة لا أنا عبساعدك لوجه الله تعالى لكن الآن أنا ما عندي وقت اليوم أبرك إلك وهذا وهذا وذاك إلى أعداد كبيرة يعني فكلها فقط مجاني بس بدون مجاني طب خذ الطريقة طور نفسك خذ الطريقة اشتغل على حالك وأنت لا تطلب من حذا أنا هذا البدي إياه أنت تعذبت على الله وعنفسك يا أخي ما بيغضير خلص بده بس أنت تطلع وهذا يطلع ويدفع مصاري ويحول لهذا فيا أخواني اللي بحب ينتزب أنا وسهلا يا أخي بعيوني بطلع له على أي موقع بعض الإحداثيات أنا بعيوني مجهور لأني هذا الرجل عب يشتري اشتراك مدفوع مشان أنا أخذ مو أساعده ما هو هيك الزلمي اللي ما عنده يا أخي بس فقط يعوضني عن وقتي وأشياء البسيطة اللي عمنا أحسن ما يتفعله بالألاف والأقمار يا أخواني ما هو شيء مؤكد الله يعضى عليكم الأقمار هي اجتهادات أنا قدمت أفكار ورحت على موقع فرجتكن يا على الواقع يعني شرحنا كثير حكينا كثير ما في شيء مضمون يحدد لك الصندوق والصندوقين والثلاثة والليرة والليرتين هذا كله كلام بعيد عن الحقيقة وجزاف حرام نحن نحكي الواقع الأقمار يا أخواني كرام بتقرب الفراغات القديمة بتفرجيك أحيانا إذا كان حجم معدن كبير ممكن مثل أن أدرجيكم في الفيديو هذه الاجتهادات يعني هي تساعد لكن ما هو بمية بالمية أرى لك روح وحفر على الموقع وراح تطالع بثنا كذا هذا اللعب يحكي معك الكلام ما بيضحك عليك تمام أخواني كرام واضحين هيك نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع إلى الخير والسداد تحياتنا لكم لا تنسوا دعم هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دمتم بخير بالعاية الله وحظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر